الأربعون في السيرة النبوية مع حسن شاهين نتناقش مع بعض ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام ومرافقته في الجنة صلى الله عليه وسلم وزي ما أقول لكم دائما من جمال أننا نجيب برامج عن السيرة النبوية وعن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أننا نكثر الصلاة عليه والصلاة عليه فضل وأجر وخير من الله عز وجل عن سهل ابن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب يعني كان جالس مع الصحابة في جلسة فأتي بشراب أتي جاء واحد أدى له شراب للنبي عليه الصلاة والسلام فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ كبار فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء اللي على اليسار لأنه هو الحق لصاحب اليمين في الجلسة فقال الغلام لا والله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا قال أي الراوي السهل ابن سعد الساعدي قال فتله رسول الله في يده تله في يده وضعه في يده ودفعه إليه أي دفع الإناء متفق عليه رواه البخاري المسلم أعيد الحديث ونشرحه وعشان نتصور الحديث النبي عليه الصلاة والسلام جالس بجلسة مع الصحابة على يمينه غلام صغير وعلى يساره رجال كبار على يساره رجال كبار شرب هذا الشراب لبن أو اللي هو شرب منه صلى الله عليه وسلم النظام إنه يدل على يمينه هذا النظام لكنه شاف اللي على اليسار كبار فحب إنه يعطيهم لكن ما يعطيهم إلا حين يستأذن شوفوا شوفوا قمة قمة العظمة في التعامل النبوي ما قال ولد صغير أسيبه ولد صغير لا أهتم بشأنه لا 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 أبدا أبدا كلم الغلام فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء الغلام برد ذكي قال لا والله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا طيب السؤال فين النصيب اللي هو نحن نفكر فين النصيب اللي يبغى هذا الغلام وهي أن يضع فمه مكان فم النبي صلى الله عليه وسلم أعتقد كده واضحة 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 ما فيها كلام هذا الحديث يصور مجلسا للنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كان فيه عن يمينه صبي وعن يساره أشياخ فأتى بشراب فأراد أن يشرب بعده الأشياخ ويقدمه على الغلام لمكانة سنهم يعني مش أشياخ غير أن عدله صلى الله عليه وسلم وتقديره واحترامه لحق الطفل أقتضى سؤال الصبي عن ذلك لأن من حقه البدء به أي باليمين فلما أبى الصبي أن يقدم عليه غيره حرصا منه على التبرك بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم أليه حرصا منه الطفل حرصا على التبرك بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه إليه مقدما إياه على الأشياخ الصحابة كانوا تعرفين كانوا يتبركون بأثار النبي صلى الله عليه وسلم في واحد من الصحابة والله أنا ده ما نقادر أفتكر اسمه لكن أنتوا لحين تسمعوا القصة وتكتبوا في جوجل القصة دي يطلع لكم اسم الصحابة يعني جوجل خدم الأمة خدمة رهيبة جدا ريحنا أصبحنا نحيلوا على جوجل مع بعض أنتوا تسمعوا القصة وتكتبوها في جوجل وأيضا جوجل أصبح مشكلة أنا ممكن أقول حديث تقول لي تحط في جوجل حديث ضعيف ما في أحد يقدر يألف بالمناسبة الحديث هذا اللي ذكرت لكم حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم فجوجل أو التقنية عموما يعني هي حلوة ووحشة حلوة أنك أنت توصل للمعلومة لكن المتحدث لازم انتبه والله حلوة حتى للمتحدث أنه انتبه ما يغلط ويجيب كلام غير صحيح وأكثر شي خطر في الأحاديث النبوية من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الحديث هذا صحيح رواه الإمام مسلم احذروا يا إخوة الكرام يا أساتذتي يا أحبابي في الأحاديث الحديث إذا إحنا ما عندنا يقين هو صحيح أو هو المرتبة لأقل من الصحيح حسن نوخر عنه الضعيف لا والموضوع طبعا كارثة من الكوارث حديث موضوع هي مرتبة الأحاديث أنه يا إما صحيح يا إما حسن يا إما ضعيف يا إما موضوع موضوع ده مصيبة والضعيف برضو الواحد يؤخر عنه الإمام النووي ذكر في كتاب رياض الصالحين في المقدمة ذكر أنه يعني ممكن يعني الإمام النووي ممكن الاستئناس بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشرط تبيين ضعفه تبيين ضعفه يعني ما نقول أنه صحيح ولا حسن نقول هذا حديث ضعيف لكن في حاجات يعني ممكن الواحد يستفيد منها في فضائل الأعمال في الأذكار في التسبيح أو ما شابه ذلك وهذا موجود ما هو من عندي وهنا نرجع لجوجل لو قل قد قدامك جوجل أكتب رياض الصالحين وشوف المقدمة حقة رياض الصالحين ذكرها الإمام النووي حتى ذكر في المقدمة ذكر بيت شعر مرة حلو أنا حفظته إن شاء الله أقدر أقوله مظبوط قال إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة أي بحرا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا هذا ذكرها الإمام النووي في الأبيئة هذه إن لله عبادا فطنا فطنا من الفطن والذكاء طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة والله الدنيا تفتن إذا كانت في القلب ما هي في اليد إذا كانت في اليد ما تتعب إذا كانت في القلب تتعب 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 والمقارنات والغيرة يا الله ليش في الان عنده سيارة أحسن من سيارتي وليش في الان عنده بيت أحسن من بيتي وليش في الان سافر وأنا ما سافر متعب حقيقة إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وأن لا تكون الدنيا تأثر فينا أو تتعبنا أو تزعجنا أو تمرضنا والعياذ بالله ونسأل الله أن يخرجنا منها بسلام بسلام كما دخلناها بسلام ودمتم في سلام وفي أمان الله